أجل حماية الأطفال ومن هم دون سن السادسة عشر عاماً من مخاطر الإنترنت اتجهت بعض المدارس إلى حظر استخدام هذه الفئة العمرية للهواتف الذكية أثناء فترات التعليم داخل حرم المدرسة العديد من المدارس حول العالم اتخذت قراراً بحظر استخدام الهواتف المحمولة الذكية كما فعلت عدة مدارس أوروبية كبرى في بريطانيا وهولندا وفرنسا وكذلك في كندا واتجهت عدة ولايات أمريكية إلى تطبيق هذا الحظر في عموم مدارس بعض الولايات وفي مقدماتها فلوريدا وأوهايا وإنديانا في حين تعتزم مدينة نيويورك ولوس أنجلوس فرض حظر مماثل كذلك تتجه أيرلندا إلى فرض حظر على وصول الأطفال ومنهم دون سن السادسة عشر عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي واعتبرت وزارة الصحة الأيرلندية أن الضرر الذي يلحق بالشباب بسبب منصات التواصل الاجتماعي هو عبارة عن حالة طوارئ صحية عامة تتطلب استجابة كبرى بما في ذلك تقييد الوصول والضوابط الأبوية التلقائية على الإنترنت المنزلية الاتجاه لفرض حظر على استخدام الأطفال ومنهم دون سن السادسة عشر عاماً للهواتف الذاكية خلال فترة تواجدهم بالمدارس يمتد إلى حرمان الطلاب من استخدام هذه الهواتف داخل الفصول الدراسية وخارجها خلال ساعات الدراسة واستندت تلك الدول في هذا القرار على العديد من الدراسات العلمية التي خلصت إلى أن الطفولة الحديثة التي تعتمد على الهاتف تسبب الحرمان الاجتماعي والحرمان من النوم وتشتت الانتباه ولكن الأهم من ذلك أنها أدت إلى وباء من الأمراض العقلية بين الأطفال الصغار نصائح هذه الدراسات العلمية أكدت ضرورة عدم امتلاك أي طفل لهاتف ذكي قبل المرحلة الثانوية وأيضاً عدم استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن السادسة عشر عاماً وأنه يجب أن تكون جميع المدارس خالية من استخدام هذه الفئة العمرية لتلك الهواتف